تصدير الغاز وتأمين منشاة النفط إعلان حكومي صادر عن وزارة النفط والمعادن التي صرحت بلسان نائب وزيرها سعيد الشماسي بوجود خطة عسكرية مهمتها تأمين خطوط نقل النفط وتصدير الغاز من ميناء بالحاف بشبوة رسمت خطة عسكرية من كافة الألوية من قوات النقبة الشبوانية بتأمين خطوط النقل ومنشآت النفط والغاز وإن شاء الله قريبا سترى النور تصدير النفط من شبوة أو تصدير الغاز عبر ميناء بالحاف إن شاء الله قريبا الخطة العسكرية تتكون من عدة ألوية عسكرية من مأربة وشبوة لكن اللافتة هو حديث نائب وزير النفط عن النخبة الشبوانية التابعة للإمارات وهو ما يطرح استفهامات حول الدور الذي ستلعبه قوات النخبة في عمليات تصدير الغاز الأمر الذي يشكل وفق مراقبين أولى العوائق التي ستواجه الحكومة في عملية تصدير الغاز وتأمين خطوط النفط لا سيما وأن خيوط الملف النفطي أضحى بيد قوى وشخصيات نافذة لا تدين بالولاي للشرعية الواضح أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لعادة تفعيل حقول النفط والغاز لكن صعوبات كثيرة تواجهها منها ما يتعلق بالبنية التحتية لمنشآت النفط التي تحتاج إلى تحديث وصيانة وصعوبات أخرى مرتبطة بمنظومات فساد محلية وإقليمية يراهم كثيرون على إمكانية نجاح الحكومة في تفعيل حقيقي لقطاعي النفط والغاز في ظل متغيرات محلية وإقليمية تفرض على التحالف السعودي والإماراتي تحسين صورته في الداخل اليمني وهذه الفرصة تستدعي بحسب مراقبين إن عاش الاقتصاد اليمني الذي دمرته نتائج سياسات التحالف السياسات التي أطالت الحرب وأوصلت اليمن إلى حافة المجاعة